شدد وزراء خارجية كل من مصر وقطر والأردن والسعودية والإمارات على أهمية التعامل بجدية وإيجابية مع مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن بهدف الاتفاق على صفقة تضمن التوصل لوقف دائما لإطلاق النهر جاء ذلك في بين المشترك صدر عقب اجتماع افتراضي عقده وزراء خارجية الدول الخمسة لمناقشة تطورات جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية التوصل لصفقة تبادل تفضي إلى وقف دائما لإطلاق النار وإطلاق صراح المحتجزين وإدخال المساعدات بشكل كاف إلى قطع غزة ينضم إلينا من رمالة دكتور أشرف عكا خبير العلاقات الدولية مرحبا بك دكتور أشرف أهلا وسهلا تحياتي دكتور أشرف إذن بيان خماسي كما تبعنا عربي يؤيد جهود الوساطة حيال الأزمة في غزة أيضا مجموعة السابع منذ قليل تحدث زعمائها في بين اللهم أيضا عن أنهم يؤيدون الاتفاق الشامل فيما يتعلق بالأوضاع في غزة أو ما أعلنه الرئيس بايدن منذ يومين تقريبا في هذا الأشياء يعني لأي مدى تستجيب إسرائيل لهذه المطالبات أو يعني ما تمخض عن بيان بايدن ونتج عنه نظرة إيجابية من قبل المجتمع الدولي بواجن عام والدول العربية أيضا في البيان الخماسي الذي اتبعنا نعم المنطقة والعالم يعني معنية بوقف هذه الحرب وترحب بهذا المقترح واعتقد أنه في جوهر هذا المقترح هو المقترح المصري الذي حدد كل المراحل وعلج كل القضايا التي كانت عالقة بين الطرفين والتي تستجيب عمليا لمتطلبات الحل الشامل لما فيها القضية الفلسطينية وأن لا يتم تجزئة الحلول ولكن هنا السؤال المركزي الآن هو مدى تجاوب هذه الحكومة اليمنية المتطرفة في إسرائيل نتنياهو حتى هذه اللحظة قال نعم ولكن ويبدو أنه يشكك بمصداقية المقترح الذي قدمه بايدن ويؤكد بشكل أو بآخر يعني على أن هذا المقترح ليس هو ذلك المقترح الذي وفقت عليه إسرائيل ويريد عمليا إدخال مجموعة من التعديلات أو يدخل في عملية من الصدقات الداخلية والمساومة للداخل ومساومة الأمريكي على قضايا مختلفة وأهمها مستقبل السياسي بهذا الاتجاه ولكن دعني أقول الآن العالم والمنطقة يجب أن توجه اللوم والاتجاه والفوصلة على ما يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة من إجراءات إذا ما عطل نتنياهو هذا المقترح هذا هو السؤال المهم وكيف يجب على المنطقة الضغط على الإدارة الأمريكية لوقف هذه الحرب من جهة ومنع التصعيد في المنطقة والحفاظ على الأمن والاستقرار باعتباره المطلب الجماعي لهذه المنطقة هذا هو السؤال المركزي الآن نتنياهو يماطل يسوف الوقت ويحاول أن يتلاعب حتى يخفي هذا المقترح عن حلفاءه أمثال سموتريش وبنغفير وهو يحاول أن يضع الأمور عند حماس أو عند الفصائل الفلسطينية التي أبدت موافقة بشكل إيجابي وطلبت بشكل واضح أن يكون النص مكتوب ومحدد وموافقة إسرائيلية عليه وأعتقد أنه لا مشكلة لدى الفلسطينيين ولدى العرب ولدى المنطقة في قبول هذا المقترح لأنه كما قلت هو جوهر في جوهر المقترح نعم تكتور أشرف نتنياهو أو مساعد نتنياهو أو المتحدث باسم المكتب الخاص به تحدث عن أن هناك ربما عدم دقة في هذا المقترح كما ذكر وأيضا تحدث عن أنه ربما يكون معيب أيضا وبحاجة إلى مزيد من العمل هذا التسويف لأي مدى سيستمر من قبل قوات الاحترال الإسرائيلية ومن هذه الحكومة اليمينية المتطرفة الذي بدأنا نشعر بأن أصواتا بدأت تميل إلى تنفيذ مقترح سريع لتبادل الأسرة إنهاء ما يدور على الأرض بدأ يضيق ذرعا بنتنياهو في جانب من هذه الجوانب أو أحد الأصوات التي تنادي بهذا الأمر ربما هم أكثر أو أكثر من صوت ينادون بذلك لأي مدى يستجيب نتنياهو لهذا الأمر لأي مدى تنتيع متى تنتيع عملية التسويف هذه التي يتحدثون عنها بشكل دائم عن طريق خلق بعض الأعذار كمعيب وغير دقيق وما إلى ذلك يعني كذلك يحاولوا أن يصفوا بأن هذا المقترح لقيق يعني لا أب ولا أم له هذا مطلوب من الأمريكي أن يوضحوا وأن يضع الأمور على الطاولة لنتنياهو ولغيره أنا دعني أقول أن هناك تفاعلات داخلية في إسرائيل وهناك انقسامات وخلافات ونزاعات وهناك كما أقول في محاولة من نتنياهو أن يشكل حالة ما داخلية من خلال صفقة تؤمن خروجه أو تؤمن المستقبل السياسي فيما لو قبل هذه الصفقة ولكن دعني وأنا أؤكد على هذه المسألة لا يعنينا في المنطقة تلك التفاعلات الداخلية خلافاتهم رأيهم مشاكلهم الداخلية يجب أن لا تعكس نفسها على هذا المقترح لأنه وكنت أقول قبل أيام ما قبل مقترح بايدن وما بعد مقترح بايدن كنت أقول كيف كنا نحكي قبل السابع من أكتوبر وبعد السابع من أكتوبر الآن الكرة ليس في ملعب الأطراب إنما في ملعب الإدارة الأمريكية كيف يمكن لها أن تفعل أدوات الضغط الحقيقية والجدية ولا تظهر بأنها إدارة عاجزة ومقيدة وضعيفة ومهزوزة خاصة أن هذه الإدارة مع الكونغرس بغرفتين وحزبين يدعون نتنياهو إلى إلقاء كلمة أمام الكونغرس هذا مؤشر بالضرورة يجب علينا أن نضع عشرين علامة استخدام وأن لا يكون هذا الاتفاق أو هذا المقترح يعني مرسيضة إسرائيلية أمريكية للمنطقة ولحماس وللشعب الفلسطيني وبالتالي إذا وافق الفلسطينيون وافق العرب وافقت حماس وإسرائيل يعني تبقى على راحتها هذا السؤال غاية في الأهمية الجواب يجب أن يأتي من بايدن والجواب يجب أن يأتي من الإدارة الأمريكية ويجب أن تمارس الولايات المتحدة كل أشكال الضغط على هذه الولايات المتحدة انقسامات نتنياهو مشاكله الداخلية ائتلافه معارضته قادرة مش قادرة ستخلق تفاعلات تظاهرات احتجاجات أهل الأسرة يناشدون الدولة العميقة الشركات قادرة الجيش المؤسسة الأمنية معنية بهذه الصفقة صحيح كل دالة صحيح ولكن لا يعنينا لأن اليوم هناك أطرف وهناك أطراف دعت بشكل واضح إلى ضرورة وقت هذه الحرب أضف أن هناك عمليات سياسية على المستوى العالمي والدولي هناك رؤية عرفية قدمت من أجل هذا الحل مع المجموعة الأوروبية أو مع المجموعة من الدول الأوروبية وهناك تصور لمؤتمر دولي لحراق سياسي مدعوم من الصين وروسيا ولهذا علينا أن لا يننخدع بمقترح بايدن وإن كان بايدن جدي وعملي عليه أن يثبت ذلك بضغط جدي على إسرائيل الجدية والإيجابية المطلوبان للتعامل مع هذا المقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن والذي يتحدث عنه أيضا البيان الخماسي العربي الذي يؤيد جهود الوساطة هذه لأي مدى قد يلقى صدى لدى نتنياهو ولأي مدى أيضا من الممكن أن يتوقف عن التشكيك أو محاولات التشكيك أو التقزيم يعني من الدورة الذي تقوم به حتى الولايات المتحدة فيما وصفها البعض بأنه التقويد لجهود الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى أحل أو تنفيذ هذه الورقة المقترحة سوف أنا أعتقد أن إسرائيل في مأزق ونتنياهو في مأزق والحكومة في مأزق والمعارضة في مأزق إسرائيل كلها في مأزق وتعيش على وقع الأزمة بفعل تلك الضغوط الدولية الإقليمية والعالمية والولايات المتحدة والمؤسسات الدولية ولهذا يعني أعتقد لو يوجد منطق ما يتطلع أو يتعامل بواقعية مع السراء ومع النزاع ومع الحرب يجب أن لا تتأخر إسرائيل بالإعلان عن الموافقة المباشرة عن هذا ولكن يبدو أن من يحكم إسرائيل مجموعة من المتطرفين الذين يعني ما زالوا يؤمنوا بشكل أو بآخر بعملية الإبادة والتدمير واقتلاء الشعب الفلسطيني ويلهتون يعني هناك قرأت عبارة اليوم أن نتنياهو يسمى حمار المسيح أو إشي عبارة زي هيك على اعتبار أنه يعني في هناك رواية دينية ما في هناك أطروحة بالتوراة تقول أن نتنياهو هو ممر هؤلاء المتطرفين الغلا من أجل أن يأتي المسيح المخلص وغير ذلك من رواية هذا نتنياهو رهينة لهؤلاء ولكن يعني في ظل موقف رئيس الدولة بإنجاز التعبير أكثر بهذا الاتجاه وموقف المعارضة التي أكدت أنها يمكن لها أن توفر شبكة أمان لمنع سقوط الحكومة ولمنع سقوط الاقتلال من أجل الموافقة على هذه الصفقة وإنذار بني جانس وأيس كونوت وغيرها من تكتلات وتشكيلات داخلية قد تأقض طريقها ولكن أنا برأيي أن التفاعلات الداخلية حتى هذه اللحظة بطيئة لأن مثلا بني جانس يعتمد على الآليات الديمقراطية عبر الكونغرس عفوا عبر الكنيسة حل الكنيسة هذه أسئلة حتى هذه اللحظة لا يمكن الرهان على الوقت المعيار الأساس هو ذلك الضغط الجدي كيف يمكن أن يضغط واعتقد أن إسرائيل تحسب ألف حساب للرسالة المصرية التي وصلت أن إسرائيل بالدعم الغربي الأمريكي لا يمكنها أن تقاتل على جبهات مختلفة بفعل احتلالها لمعبر رفح وحاولت وضع رفح كمحافظة في حالة من مأساة إنسانية جديدة ستلقي بظلالها وإمتداعياتها على كل المنطقة أضف إلى عمليات التصعيد الجارية الآن على مستوى جبهة جنوب لبنان في الأيام الماضية يبدو أن هناك شكل مختلف من كثافة الميران وعملية الاستهداف ونوعية الاستهداف للإسرائيلي والذي بدأ اعتراف واضح اليوم أو فيه هناك من يقول يعني قوة الردع بمقابل حزب الله سطر لإسرائيل بتلك المنطقة إذن الوضع العسكري الميداني معقد الوضع سياسي معقد لإسرائيل ومتى الوقت يعني اليوم يتحدث أنه لن يرسل هيئة البتل الإسرائيلية لن ترسل الوفد إلى التطاوض إلا بعد موافقة حركة حماس لا المرة هيجب أن يلزم كل الأطراب إسرائيل على الموافقة وكان مدير السي آي اي في القاهرة عندما وافقت حركة حماس وبعد ذلك تنكرت إسرائيل لمدير السي آي اي وبعدها يعني كالت الاتهامات على كل الأطراف خاصة الوسطاء بأنه ليس العرض الذي قدم وغير ذلك من يعني كما سماها وزير القارجية المصري لي الحقائق والكذب والدجل يعني هذا كله يجب أن يعني يدفع الولايات المتحدة بالتحديد صاحبة هذا المقترح والتي قولت على لسان إسرائيل وعلى لسان نتنياهو عليها أن تثبت أنه مقترح نتنياهو وأن نتنياهو يتلاعب بها ولا يتلاعب في المنطقة وبالتالي يعني حتى الصياغة الأمريكية أنه ترك الموضوع عند حماس هذا الحكي كمان يجب أن يجعلنا نكون أكثر حذراً في التعامل مع الموقف الأمريكي أشكرك دكتور أشرف عكا الخبير في العلاقات الدولية كنت معنا مباشرة من رام الله